طيب هنتكلم على المنتخب الوطني والتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم وعندنا كلام مهم جدا في المرحلة دي لأن المرحلة دي فيها تفاصيل كتيرة على مشوار المنتخبات الافريقية والتصفيات الافريقية وكمان محتاجين نتكلم على إنجاز الاهلي في دور أبطال الافريقي ومحتاجين نتكلم عن المرحلة التاريخية اللي شهادها منتخب مصر مع كارلوس كيرش وصل نهائيات ولعب مطشوات على أعلى مستوى ولكن لم يوفق سواء بالفوز بكاس الأمم أو حتى بالتأهل لكاس العالم النهاردة معنا واحد من أفراد الجهاز الفني اللي منتخب مصر في التوقيت دا قبل سنتين كان متقلق على الساحة الافريقية هنتكلم معاه في كافة هذه التفاصيل لأنه عنصر مشترك ما بين المنتخب الوطني والتصفيات الافريقية وأيضا النادي الأهلي أرحب معاكم من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر زوم مع المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس السابق والمدرب السابق والمساعد لكارلوس كيرش مستر روجر ديسا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي وسعداء بوجودك بالتأكيد معنا النهاردة عبر شاشة النادي الأهلي شكرا جزيلا لكم على الصدافاتي أنا سعيد لأنكم سمحتم لي على الاتصال بأصدقائي بمصر وأيضا أصدقائي في النادي الأهلي الذين قاموا بحسن ضيافتي في عام 2013 حينما لعبت أمام الأهلي في الذكرى المعروفة في ركلة الحرة التي سددها أبوتريكا والتي تسببت في خسارة اللقب لنا في 2013 فبشكل واضح أنا سعيد وممتن لتواجدي على قناة هذا النادي الكبير طيب كويس جدا بما أنك بدأت الحديث عن المواجهة التي تمت مع النادي الأهلي قبل 11 سنة ما بين أورلانتو بايلبلت الصخرة واق الجمعة وهو مجل المنتخب معاكم في الفترة دي استعادت الزكريات والمباراة اللي كان فيها واق الجمعة أحد الركاز الأساسية في عام 2013 أكيد كان لقاء في حديث زكريات مهم جدا لم أسمع جيدا أقعد السؤال أتتحدث عن واق الجمعة صحيح نتكلم عن واق الجمعة نعم أنا تقابلت حينما لم يكن لديه شعر ولكن الآن أنا أعرفه والآن لديه شعر الشكل تغير ولكنه إنسان رائع على مستوى الشخصي بالطبع ظل يذكرني بمحلة في عام 2013 وحينما خسرنا أمام الأهلي ولكن كان من العظيم أن أعمل معه أنا أتقابل معه ويكون لنا علاقة عمل وللأسف خرجنا في بطولة إفريقيا أمام السنغال ولم نتأهل أيضا لكأس العالم طيب ليك تجربة على المستوى الإفريقي وشفت أكيد إنجاز الأهلي بالفوز بدور أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 عايز أعرف رأيك في إنجازات الأهلي على المستوى الإفريقي وانتواجهة الأهلي في 2013 يعني المراحل الزمنية اللي اختلفت من 2013 ل2024 ولكن يبقى اسم الأهلي هو الأعلى أو الأفضل على مستوى الأندية الإفريقية الأهلي هو ريال مدريد الكرة الإفريقية بلا شك الأهلي هو النادي التاريخي للمنافسة في دور الأبطال في إفريقيا هو ريال مدريد بحق في إفريقيا ما يقدمه الأهلي هو الأفضل العديد من اللعبين المميزين الأهلي هو الأكثر إقناعا الأكثر تنظيما هم قادة القارة بلا شك سوندونز الآن يحاول أن يلحق بالنادي الأهلي يحاول أن يصنع تاريخا وخصوصا حينما كان باترس موتسيبي رئيسا للنادي وكان يمول النادي بشكل جيد وجعل النادي منافسا كميرا ولكن على الأقل رأينا فريقا ينافس ولكن الأهلي لا يضاهى منذ عام 2013 الأهلي يستطيع المضي قدما لمنافسة ريال مدريد على الأرقام القياسية فبلا شك الأهلي هو ملك القارة الإفريقية على المستوى الأندية بطولة 2013 هل بطولة من الزكريات اللي ممكن بيتباحها دايما بتفتكر نتائج هذه البطولة؟ أنت لعبت مع الأهلي في البطولة دي حوالي أربع مباريات في دور المجموعات ولكن في المباراة النهية كان الوضع مختلف أنا لعبت أمام الأهلي في عام 2013 أربع مباريات أسفة لا أستطيع أن أسمع شيئا يوجد انقطاع في الخط لكن لا أسمع جيدا مستر روجر سمعني كده طيب معايا طيب سيغة السؤال بتكلم على الإنجاز الطيب اللي اتحقق في 2013 أن أورلاندو بايرتس يوصل للفاينال ولكن لما لعبت مع الأهلي في الجروب ستيتجي في مرحلة المجموعات غير المواجهة اللي كانت مع الأهلي في الفاينال شفت المواجهة ازاي هنا وهنا أنظر أعتقد أن لا أستطيع أن أخفي ذلك حينما ذهبنا لمواجهة الأهلي في مرحلة المجموعات كان في رمضان وكان لدينا ميزة وأفضلية على الأهلي وقد قمنا بهزيمة الأهلي لأن اللعبين لم يعتادوا على اللعب في نهار رمضان ولكن حينما تقابلنا في النهائي كان الأمر مختلفا الأهلي أتى بكامل قواته الأتي أتى باللعبين الخبرات الكبيرة أمام شباب أورلاندو بايرتس بالطبع عانينا أمام فريق كان يوجد به لعب مثل أبو تريكا وقد استطاع أن يحرز ركلة حرة مميزة استطعنا أن نتعادل في منبرات الذهاب ولكن في القاهرة كان الأمر صعبا ولكن كان أداؤنا جيدا نحن فخورون بأنفسنا لنتذكر أنه كان لدينا فريقا شابا ولكن هذه هي كرة القدم بالطبع دور المجموعات كانت جيدة وخلصتنا عن نفوز ولكن كان واضحا أننا وإن ظللنا نفوز لنصل النهائي ولكن لم نتوقع أن نهزم الأهلي كان الأفضل وليس فقط في البطولة وإنما هي ذكرى جيدة لنا ذكرى جيدة للنادي ذكرى لي كمدير فني أنا استمررت مع الأندية الجنوب أفريقية بعد ذلك ورأينا بالفعل الأندية جنوب أفريقية تنافس الأهلي كسانداونز كما ذكرت ولكن ولكن حينما تخوض مباراة أمام النادي الأندية عظيمة كالأهلي على أرضي في مصر وأيضا أندية تونس وأندية المغرب فتكون الأمور صعبة على أندية جنوب أفريقية نحتاج الحظ أمام فرق بها لاعبين مثل والجمعة وكان لديكم حارس مرمى مميز وكان حارس مرمى الخاص بمنتخب مصر نعم كان ذكرى رائعة ذكرى عظيمة أنا استمتعت بالتواجد في مصر وأيضا بالعمل مع منتخب مصر وأنا أتطلع للعودة لمصر قريبا طيب مع منتخب مصر اشتغلت فترة جيدة مع كارلوس ساكيروش ويمكن في لعيبة ظهرت مع المنتخب لأول مرة زي محمد عبد المنعم زي عمر كمال عبد الواحد عايزك تحكي لي عن التجربة دي والتوقيت والفترة اللي اشتغلتوا فيها مع منتخب مصر هل أنت تحدثت عن بعض اللعبين الشباب في منتخب مصر حينما في فترة كارلوس ساكيروش نعم 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 أنا أتذكر أننا قد خمنا بمرقبة ومتابعة بعض اللعبين الشباب في هذه الفترة كعمر مرموش كان لعب رائع ولكن عملنا عن قرب مع بعض المدربين المحليين في مصر للحديث عن اللعبين والأمور الفنية الخاصة بالفريق والترشحات فبالتالي هؤلاء المدربين قد ساعدونا أعطونا معلومات كافية وتابعنا هؤلاء اللعبين عن قرب وقد خمنا بالفعل بضم بعض اللعبين الشباب بجانب الكثير من اللعبين ذو الخبرات وبالفعل عمر مرموش وبالفعل مصطفى محمد اللعبين المحترفين وأيضا إمام عشور حينما ضممنا كان متألخا مع الزمالك بالفعل كان يوجد العديد من بالطبع بالطبع عمر كمال كان لعب مميز واستطاع أن يكون نجما في هذه الفترة بالطبع نريد أن أردنا أن نخلق إنسجاما بين هؤلاء اللعبين الجدد والفريق ربما تحقق بعض النجاحات بذلك وربما لا ولكن هذه هي كرة القدم اللعبين الجدد ربما يحققوا النتائج المرجوع ربما لا طيب عايز أختم مرحلة كارلوس كيروش وجودك مع منتخب مصر بموقف كده أو كواليس عرفتها لما جيتوا تلعبوا أمام منتخب أنجولا كان عندكم مشكلة في معرفة أسماء لعبي منتخب أنجولا قدرتوا بذكاء أنكم تتابعوا الحسابات الرسمية للاعبي منتخب أنجولا عبر انستجرام ومن خلالها قدرتوا تعرفوا منتخب أنجولا ممكن لعب مع منتخب مصر بأي عناصر في ظل أنه كان فيه تغيير جتير على شكل الفريق نعم نحن حاولنا أن نتابع المنتخب بالشكل الطبيعي كما نفعل في كل مباراة خصوصا خصوصا أن الفريق لم يتوقف عن العمل ظللنا ندرس ونقوم بالأبحاث لنصل لأضاق التفاصيل وواجهنا بعض المشاكل ولكن كارلوس كيروش هو الأفضل نحن استعدادنا بشكل استثنائي لهذه المباراة إذا لم يفعل هذا كارلوس كيروش فمن سيفعل أنجولا لم تكن منتخبا مختلفا ولكن بالفعل واجهنا بعض الصعوبات لإحضار المعلومات الخاصة بالفريق ولكن كانت نفس التحضيرات كان نفس الفريق الأفريقي وقد استطعنا أن نجمع المعلومات عنه طيب مصر غدا أمامها مواجهة مع بوركينا فاسو تحت قيادة فنية جديدة لمدر الجديد بيقود المنتخب وهو حسام حسن كيف ترى هذه المباراة؟ كيف ترى شكل التصفيات الأفريقية بتأهل تسع منتخبات إلى نهاية كأس العالم في أمريكا 2026؟ أعتقد أن بوركينا فاسو دائما تكون منتخبا صعبا لا شك بخصوص هذا الأمر هو واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية على مستوى البدني لديهم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا بالطبع سيأتوا بكامل عدد المحترفين أعتقد أن مصر لديها الأفضلية تلعب في الوطن تلعب في سنة القاهرة بفريق شاب أعتقد أن بوركينا فاسو ستعاني وأمام منتخب مصر لتخرج بنتيجة إيجابية بالفعل هم أتوا ليحصلوا على التعادل لا شك في ذلك ولكن أعتقد أن الفريق المصري لديه الكثير ليقدمه غدا أعتقد أن المبارتين المتبقيتين هما المبارتين المفتاحيتين للتآهل بكأس العالم فأعتقد أن النتائج أعتقد أن تآهل هذا العدد من المنتخبات لكأس العالم في أمريكا سيكون جيدا أعتقد أن مصر كأول وبوركينا فاسو بوركينا فاسو كثاني أعتقد أن المنتخب مصري يجب عليها أن أن يحاول وأن لا يترك النتيجة للتعادل السلبي فمصر مع الجماهير والضغط الجماهيري واللعبين الشباب سيكون قادرا أعتقد أن ليس عندي شك في المنتخب المصري لديهم الشغف الكامل بشكل لا يصدق العمل المستمر والاكتهاد بالطبع تريد أن تسجل أن تسجل مبكرا ولكن يجب عليك أن تكون صبورا لديك شوط أول وشوط ثاني فبالتالي نعم المنتخب مصري سيعبر هذه المباراة بالطبع هي مباراة صعبة ولكن مبارتين هامتين داخل وخارج مصر يجب على المنتخب المصري أن يفوز أعتقد المنتخب مصري سيكون جيدا لا شك عندي في ذلك وسيكون الفوز مقدر للمنتخب مصري سؤال أخير وأشكرك بالتأكيد على متابعتك معنا ووجودك معنا ولكن عايز أسألك على مشوار التصفيات وطريق التصفيات هل طريق التصفيات السنة دي أسهل أم أصعب من طريق التصفيات اللي أنت لعبتوها بلقاء فاصل أمام السنغال تسع منتخبات أم خمس منتخبات أعتقد أن التصفيات مختلفة بالطبع ربما كانت أصعب لنا لأن كان الأمر يتحتم وتوقف على مباراة واحدة خارج الأرض لتصعد أنا أؤمن أن أن الحضور متاحة لمنتخب كمصر أن يتأهل لكأس العالم وأن يتوج مجهودات الكرة المصرية في كأس العالم لديكم الشناوي محمد صلاح ترسجي عن نيني بالطبع هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يتأهلوا مع المنتخب المصري وأن نرى هؤلاء اللاعبين الرائعين في كأس العالم هم يستحقون ذلك بلا شك أنا كنت أتمنى أن أساعد منتخب مصري اللي يتأهل ولكن التصفيات الآن أسهل نحن خسرنا أمام السنغال بركلات الترجيح بعدما فوزنا بهدف لا شيء وخسرنا بنفس النتيجة ولكن تعرضنا لكثير من الضغوط من الجماهير والأجواء واستخدام الليزر وكل هذه الأجواء خارج نطاق كرة القدم قد أقصت المنتخب ولكن اللاعبين كانوا رائعين أمام السنغال استطعنا أن نوقف المنتخب السنغالي وقاتلوا كالمحاربين أمام منتخب السنغال أمام عشرات الآلاف من الجماهير ولكن اللاعبين تشتتوا أخيرا ولكن كانوا رائعين ولكن كان لدينا لاعبين قد أخطأ في ركلات الترجيح أمام هذا الكم من التعارض لأشعة الليزر ولكن هذه كرة القدم لم نتأهل ولكن أستطيع أن أقول أن المنتخب المصري لديه مبارتين مفتاحيتين هما الأسهل مقارنة بما مضى أن يحصل على نقاط المبارتين أعتقد أن مصر ستتأهل لكأس العالم مستر ريجر ديساء أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة الأهلي شكرا جزيلا لك